اهلا بحضراتكم في هذه التغطية اجتماعات وتصريحاتها ما لرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم نستعرضها مع حضراتكم خلال هذه التغطية حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع لواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية استعرض لواء وليد أبو المجد مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية خاصة في مجالات الصحة والإسكان والريء والكهرباء فضلا عن عرض تعاون المخطط مع وزارة التعليم العالي بالاستعانة بالخبرة الأمريكية العريقة في المجال الأكاديمي للبرمجيات وتطبيقات التكنولوجيا إلى جانب سير العمل في استصلاح الأراضي بالمرحلة الثانية في مشروع توشكا بمنطقة جنوب الوادي والتي تهدف إلى زيادة مساحات الأراضي الزراعية وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة مشيرا في هذا الصدد إلى أن إجمال المشروعات التي ينفذها الجهاز لصالف الدولة خلال العام الفعالي بلغ 227 مشروعا بقيمة 100 مليار دونيها أيضا من بين نشاط الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم اجتمع مع الدكتور عفو مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري والتي تتمثل أبرزها في عدم اشترات وجود عقد مسجل وتقليل الإجراءات وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد إلى جنب وضع صقف زمني لمدة تسجيل فضلا عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهب متعددة وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير أليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري وذلك نظرا لأهمية والتعاملات اليومية الكثيفة مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية أيضا تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات حيث وجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة أيضا وجه الرئيس عبد الفتح السيسي بإعداد كوادر من المفكرين الدينيين وصناع الرأي الديني المستمير جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار عمر مروان وزير العدل صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة وعرض الدكتور مختار جمعة متحصلات هيئة الأوقاف خلال الفترة المنقذية من العام المالي الحالي حيث حققت الهيئاسة في إرادات وأرباح بإجمال مليار واربعمائة وتسعة وعشرين مليون جنيا ووجه رئيس مواصلة هيئة الأوقاف جهدها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره فضلا عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده وفيما يخص الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة وبالنسبة لجهود إعداد جيل من الآئمة المفكرين وجه الرئيس بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الآئمة الأكثر نبوغا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني وذلك لتكوين نائلين من المفكرين الدينيين وصانع الرأي الديني أيضا أضاف المتحدث الرسمي أن وزير الأوقاف عرض تجربة الوزارة فيما يخص سقوك الأضاحي وسقوك الإطعام حيث وجه الرئيس بدعم هذه المشروعات لتعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصدها الشرعية إذن إلى هنا مشاهدين ومتابعي شاشة التلفزيون اليوم السابع تكون قد انتهت هذه التغطية شكرا لحضراتكم كنت معكم شروع وجدي وإلى اللقاء